موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في برنامجكم مشيطة الصحافة وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها مشيطات كبراية الصحف المحلية والدولية مع ضيف رئيس مركز دراسات التنمية ناصر العبداليحية كلام معنا موسيقى إذن مشاهدين بعد الفاصل أبدأ معكم بصحافتنا المحلية موسيقى نستهل وجولتنا من جريدة الأنباء وفيها نقرة سمو الأمير يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة وتفصيلا كتبت الأنباء بحفظ الله ورعايته غادر صاحب السمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد ظهر أمس أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية وذلك في زيارة خاصة وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نوافل أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير شؤون الدوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة أما جريدة النهار فعنونت محمد بن زايد الرخاء والرفع للكويت وتفصيلا تقول النهار أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة شيخ محمد بن زايد بحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع شيخ أحمد فهد الأحمد أول من أمس العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين وقالت وكالة أنباء الإمارات إن شيخ أحمد الفهد نقل إلى رئيس الإمارات خلال لقاء الذي جرى في قصر الشاطئ تحيات صاحب السمو عمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات أمال الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار ومن جريدة الرأي نقرأ خريطة أولويات السلطتين تتشكل تتضمن ثلاث ركائز أساسية الإصلاح السياسي وزيادة الراتب ودعم الشباب تنسيق مستمر بين السلطتين لوضع ملامح التصورات التشريعية قبل بدء دور الإنعقاد وإلى جريدة القبس التي عنونت موت الأشجار فزعة لمحاسبة المقصرين باكورتها إقالة مدير في الزراعة وطرح ست مناقصات لإعادة التخضير خطة طوارئ حكومية للري الزراعية التجميلية بمشاركة تطوعية واسعة ومن جريدة الوسط نقرأ خبر عن إصدار وزير التجارة والصناع محمد العبان قرارا بتشكيل لجنة لدراسة السلوك الاجتماعي لظاهرة هدر الطعام عبر تنفيذ حملة وطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي ونص القرار إجراء بحث شامل حول إحصائيات هدر الطعام الحالية والاتجاهات والعوامل المساهمة على المستوى الوطني إجراء الدراسات لتحليل السلوك الاجتماعي والدوافع وراء المفاهم الخاطئة في ظاهرة الهدر بالغذاء وسبل معالجتها تصميم وتنفيذ حملة توعية عامة لتوعية المواطنين والمقيمين بالآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام إذن أستاذ ناصر برأيك ما هي الآلية بوجهة نظرك لترشيد الاستهلاك الغذائي ومكافحة ظاهرة هدر الطعام هو الآلية المفترضة وأنا قناعتي أنها مفروض تروح حق وزارة الشؤون الاجتماعية والأمان لأنها ظاهرة اجتماعية الهدر في الطعام حتى في موضوع الدليفري والطلب من المطاعم هذه ظاهرة بدأت مجتمع الكويتي لو تلاحظ حتى في كل المناطق السيارات الدليفري تجوب المناطق السكنية لإيصال الطعام وجزء منه هدر كبير على موضوع الأكل ولذلك أعتقد هذا القرار كفكرة في محله لكن أعتقد أن الجهات الثانية هي المسؤولة عنها وليزة وزارة التجارة نعم مشاركة مثلا وزارة أوقاف الشؤون الإسلامية في توعية مهم جدا يعني استغلال خطبة الجمعة مثلا في موضوع الشرح لماذا هذا القرار وهل وصلت معدلات خطيرة داخل المجتمع بحيث أن الدولة تضع خطة لتوعية الناس ووضع حلول أقوى من التوعية بردع هذه الظاهرة وأيقافها حتى كذلك ساذ ناصر يعني جمعيات حفظ الطعام متواجدة يجب أن تفعل بشكل أكبر في الحفلات وأيضا الأماكن اللي يكثر فيها الطعام يتصل عليهم ويأتون إليك في الحفظ على توزيع يعني هذه اللجنة مكلفة بوضع حلول ووضع توصيات يمكننا نستفيد منها المواطنة نعم إذن نذهب معك إلى جريدة الجريدة التي كتبت أن وزارة الكهرباء والماء بدأت تحصيل مستحقاتها من الوافدين المسافرين قبل مغادرتهم البلاد عبر منافذ البرية والجوية بعد أن تم الربط بين أنظمتها مع وزارة الداخلية في وقت قياسي دون أي عراقيل وقالت مصادر مطالعة للجريدة أن تحصيل تلك المستحقات لم يعرق السفر أي وافد عن رحلته في وقت دفع بعض الوافدين المبالغ متأخرة عليهم لم يسددوها منذ سنوات عديدة إذن نماشية الصحافة مستمر معكم مشاهدين بعد هذا الفاصل نتج وياكم إلى الصحف العربية والعالمية دول الأفريقية بدأت تستفيد من هذا الصراع كمساحة للمناورة كان السابق فرنسا فقط ولذلك ليس هناك مجال المناورة للقوات السياسية الموجودة حتى الجيش الآن هناك مجال المناورة لأن العرض أصبح أكبر من السابق وأكثر من السابق ولذلك هم يفكرون أن يستفيدوا من هذه الشركات ومن هذه خاصة الشركات الصينية لأن الشركات الصينية تعمل كشركاء في التنمية وليس بإحضار جنود والاستيلاء على الدول نعم إذن نذهب إلى صحيفة القارديان مشاهدين الألاف يتظاهرون في النيجر المطالبة بانسحاب القوات الفرنسية في القارديان متظاهرون يتجامعون بالقرب من قاعدة تضم جنودا فرنسيين بينما المجلس العسكري اتهم باريس بالتدخل احتشد آلاف المتظاهرين في نيام عاصمة النيجر للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية تنفيذا لمطالب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في يونيو وتجمع المتظاهرون بالقرب من قاعدة تؤوي جنودا فرنسيين يوم السبت بعد دعوة من عدة منظمات مدنية معادية للوجود العسكري الفرنسي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ورفعوا لافتات كتب عليها الجيش الفرنسي يغادر بلادنا لوموندا بدورها تعنون مظاهرات جديدة في النيجر المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين تجمع عدة ألف من الأشخاص في نيامي وأولام جنوب غربي النيجر للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من البلاد وفي العاصمة نظمت المسيرة قرب قاعدة نيجرية تؤوي جنودا فرنسيين بدعوة من عدة اتلافات مجتمع مدني معادية للوجود العسكري الفرنسي ورفعوا لافتات كتب عليها الجيش الفرنسي اتركنا إذن حتى الآن ولغاية الآن تتشبث باريس ببقاء سفريها رغم التحذيرات والمطالبات الشعبية والمظاهرات العارمة في النيجر ألا يشكل بذلك خطرا عليه أمام هذه المظاهرات وأيضا موقف الانقلابيين من وجوده هو جزء من الماحكة الفرنسية تحاول غدر الإمكان أن تضغط على الجانب الآخر لعل الانقلاب يفشل أو يكون هناك تدخل من الدول الأخرى ولذلك هي تحاول الآن أن تبقى موجودة كسفير وكقوات لكن أعتقد من الصعب البقاءها وقد حدث أشياء مماثلة في الدول الأفريقية أخرى مما حكت الحكومة الفرنسية أكثر من مدة عشرة أيام وغيرها حتى في النهاية قابلت بالأمر الواقع وراحلت إذن مجلة فورين بوليسي تعنون مقالا لها اهتمام فرنسة بالديمقراطية في القابون ضئيل للغاية ومتأخر للغاية وتعلق في عنوان فارعي باريس متواطئة في غياب التقدم الاجتماعي والديمقراطي الذي أدى إلى الانقلاب وأشارت المجلة إلى أنه لم يتم ذكر المشاكل العميقة المحيطة بشرعية بونغو مثل تلك التي واجهها العديد من عملاء فرنسا القدامى والميالين إلى السلطة في المنطقة في هذه الحالة أجرى الزعيم المخلوع سلسلا من الانتخابات الرئاسية في ظل ظروف كانت متحيزة بشدة لصالحه ثم قطع خدمة الانترنت في البلاد لمنع انتشار التدقيق والانتقادات المتزايدة داخل حدود القابون حتى يتم حل الجدل وكما أظهر رد فعلها أيضا على الانقلاب العسكري الأخير في دولة النيجر الواقعة في غربي أفريقيا فقد تمسكت فرنسا بموقف يرفض الانقلابات كوسيلة لتغيير الحكومات في أفريقيا ولكن ما لم تفعله فرنسا قط هو استخدام قدر كبير من نفوذها لضمان انتخابات شفافة والشرعية الديمقراطية واللاعب السياسي النظيف واحترام سيادة القانون في الدول العميلة المفضلة لها وفق تعبير المجلة الأمريكية موضوع آخر مشاهدين شدد الرئيس الأوكراني فلودمير زينيسكي عن أن قوات كييف تتقدم في هجومها المضاد على القوات الروسية رافضا قول مسؤولين غربيين أن بلاده تتقدم ببطء على الأرض وفق ما نقرأه بصحيفة الأيام البحرينية بدوره أورد الجيش الأوكراني في تحديثه اليومي عن ساحة المعركة بأنه لم تحدث اختراقات جديدة لكنه قال أن قوات تواصل التقدم نحو ميلتوبول وهي مركز حضري رئيسي تسيطر عليه روسيا في منطقة زابروجيا كما أشار إلى وقوع 45 اشتباكا مسلحا على خطوط الواجهة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة مضيفا أن القتال احتدم في الشرق الذي صدت فيه قوات أوكرانية عدة هجمات روسية إذن كثير من الانتقادات سيد ناصر وجهت إلى الهجوم الأوكراني المضاد منذ بدايته منها أنه غير فاعل بشكل كبير هل تتفق مع ذلك؟ صحيح البداية لم تكن مع الهجوم اللي بدأ في شهر 7 الماضي البداية كانت من أجواء الشعبية داخل الدول الغربية وولاية التحدة الأمريكية ما عادت القضية الأوكرانية بذات الأهمية السابقة بسبب الضغوط التي تمارس على الشعوب الغربية بشكل عام نتيجة للدعم المالي والمادي الذي ذهب الأوكرانية والنتائج كانت متواضعة ولذلك الساسة في الغرب حتى يضمنوا الانتخابات المقبلة لهم يحاولون أن يضغطوا على الجانب الأوكراني لتحقيق اختراقات وتحقيق إنجازات عسكرية حتى يسوقوها للناخب الغربي في الانتخابات ولذلك الطرفين في مأزق أوكرانيا في مأزق والقوة السياسية التي في السلطة الآن في الغرب في مأزق لأنها دعمت أوكرانيا بأموال وبأسلحة وبدعم لوجستي حتى ترضي الشعوب الشعوب الآن تغيرت ما عادت في نفس الاتجاه ولذلك هذه المشكلة التي يعانيها الرئيس الأوكراني نعم إذا نذهب إلى صحيفة العربي الجديد مشاهدينا التي تتساءل هل هي صدفة أن تدخل الولايات المتحدة في معركة انتخابات فريدة وتاريخية في ظل شيخوخة غير مسبوقة لمرشحيها من الحزبين أما أن هذه الحالة هي تحصل حاصل لقحط قيادي وجفاف سياسي أدى إلى غياب دينامية جديدة عن الساحة أسئلة تترددت في الأوينة الأخيرة مع كثير من التخوف من مسألة التقدم في السن في أوساط القيادة الأمريكية بايدن لو فاز فسيكون في الثانية والثمانين من العمر وترامب في التاسعة والسبعين كلاهما يضرب الرقم القياسي أكبر الرؤساء السابقين سنا رونالد ريغان ألف وتسعمائة وثمانين لم يكن يبلغ السبعين عندما جئه كان عمره تسعة وستين سنة وثلاثمائة وتسعة وأربعين يوما ومع ذلك طرحت حوله علامات استفهام وكانت مبررة التبين أنه كان في ولايته الثانية إذن أحيانا خلال الاجتماعات وبعض القصور في الانتباه والكفاءة ويشرد في هذه الأوقات في متابعة الأمور حسب ما كان يتسارب أنا ذات من داخل البيت الأبيض والذي لم يكن سرا وهذا في السبعينيات فكيف عندما يكون الرئيس في الثمانينيات إذن برأيك لماذا تغيب الوجوه الشاب في القيادة في سواء في البيت الأبيض أو حتى في الكونغرس هل تمت أزمة شيخوخة فعلا في الإدارة الأمريكية؟ يعني الشعوب تمر أو الديمغراطيات تمر بمراحل مثل هذه المراحل لأنه يكون القيادات أقل كفاءة أكبر سن بالعمر كثير من الديمغراطيات مرت بهذه المراحلة والتجديد في السياسة وفي الجوانب الديمغراطية مهم جدا ولذلك هذه المسؤولية تقع على آتق الأحزاب طبعا الأحزاب الأمريكية تختلف عن الأحزاب في العالم من حيث الهيكلة ومن حيث المضمون لكن عليها العبء أكبر في أنها سستطيع أن تستقطب الشباب الآن لو لاحظت كل المرشحين داخل الأحزاب الجمهورية والديمغراطية الحزبين الجمهوري والديمغراطية المرشحين داخل الأحزاب كبار سن ربما تجد واحد يعني أقل العمر في من الآخرين يعني في الخمسينات أو الستينات من البقية كلهم كبار سن لذلك في مشكلة في الأحزاب الأحزاب غير قادرة على استقطاب الشباب خصوصا مع تطور شبكات التواصل الاجتماعي والتشكيك حتى بجدوى دمغراطية هل هي أصبحت لازلت على هميتها أم تغير هذا الاهتمام بها وأنها لم تعد مجدية من وجود هذه الشبكات وهذه الفرص التي يعبر فيها الشاب أو غير الشاب عن رأيها بشكل أكثر حرية وبشكل مباشر ولذلك أعتقد الأحزاب في أمريكا الحزبين الرئيسيين بحاجة إلى تطوير يتناغم مع شبكات التواصل الاجتماعي نعم إذن نذهب إلى صحيفة ياني شفق مشادينة أفادت بقصف الجيش الأرميني مواقع حدودية تابعة لأذربيجان بقذائف الهون وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الجيش الأرميني المتمركزة في منطقة زود بمدينة باصر جيجر قصفت مواقع للجيش في الاتجاه المحاذي بقذائف هون وأشرت إلى أن الجيش الأذربيجاني اتخذ أيضا تدابير لازمة في المنطقة وذكرت الوزارة في بيان آخر أنه تم تدمير محطة التحكم المتنقلة للمسيرات التابعة للجيش الأرميني وأمس اتهمت أذربيجان الجيش الأرميني بتصعيد الوضع في المنطقة إثر إطلاق قواته النار على نقاط عسكرية أذربيجانية حدودية إذن مشاهدين قالت الأهرام أن شرطة في إيرلندا الشمالية ألقت القبض على شابين بموجب قانون الإرهاب لاتهامهما بخرق بيانات دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية وذكرت شبكة سكاي نيوز الإنجليزية أن الاعتقالات جزء من تحقيق أجهزة الأمن في إيرلندا الشمالية في الجرائم المرتبطة بانتهاك حرية المعلومات وأوضحت أن الأمر يتعلق على ما يبدو بنشر أسماء عشرة آلاف ضابط وموظف عن طريق الخطأ مشيرة أن هذه الاعتقالات ليست الأولى في هذا الشأن قالت البيان الإماراتية نقلا عن وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم أن كوريا الشمالية أجرى تدريبات على محاكاة هجوم نووي تكتيكي وذلك بعد يوم واحد من إطلاق بيونج يانج صواريخ كروز في أعقب مناورات مشتركة كبيرة بين سيول وواشنطن ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها يوم السبت أن الشمال أطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر في حوالي الساعة الرابعة صباحا وجاء الإطلاق بعد يومين من اختتم الحلفاء مناورات درع الحرية أولشي التي استمرت 11 يوما والتي نددت بها بيونج يانج باعتبارها بروفا لغزو أراضيها الغد الأردنية تطرقت إلى زيادة حدة الاشتباكات بين عشائر عربية وقوات سوريا الديمقراطية قصد في الجزء الخاضع للسيطرة الكردية بمحافظة دير الزور شرق سوريا وفي من ضمت عشائر عربية جديدة للصراع قالت قصد عبر بيان لقيادتها العامة أمس أن محاولة تصوير الأمر على أنه قتال مع العشائر لا يهدف إلا لخلق الفتنة كما شددت القيادة والمدعومة من الولايات المتحدة على أن الاشتباكات الجارية هي من مسلحين موالين لتركيا وعناصر تابعة لجهات أمنية للنظام السوري مضيفة على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بيننا وعشائر المنطقة ونحن على تواصل دائم معهما تمكن الباحثون من إعادة تركيب ما يصفونها برائحة الخلود التي كانت تعد في السابق مناسبة لسيدة نبيلة مصرية قديمة وحسب الشرق الأوسط فقد كان شمع العسل والزيت النباتي وصمغ الأشجار من بين المكونات التي شكلت الرائحة منذ أكثر من 3500 عام التي تم استخدامها أثناء تحنيط إمرأة تدعى سنتناي وفقا لشبكة سكاينيوز وبالتقدم سريعا من عام 1450 قبل الميلاد إلى عام 2023 تم تطوير الرائحة الفريدة مرة أخرى باستخدام تقنيات تحليلية متقدمة يمكنها فصل المواد الكيميائية وتحديد المادة التي تم إنشاؤها منها في هذه الحالة قام الفريق بتحليل بقايا البلسم الموجود في الجرتين المستخدمتين في أثناء تحنيط سنتناي مشاهدين وصلنا وياكم إلى مقال اليوم لكن بعد هذا الفاصل مقال اليوم من صحيفة القدس بعنوان الحصار الإسرائيلي وإعادة احتلال الضفة يسلط في كاتب سر القدوة الضوء على استمرار معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الإجراءات الاحتلالية منذ أكثر من 75 عاما ومع ذلك وقف المجتمع الدولي ساكنا دون حراك وغياب إجراءات المسائلة والمحاسبة في نموذج صارخ للانتقائية في التعامل وازدواجية المعايير بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي يسارع المجتمع الدولي إلى تنفيذها في مناطق بعينها خاضا غضا البصر عنها في فلسطين رغم أكثر من 800 قرار صادر عن الجمعية العامة و86 قرارا عن مجلس الأمن التغول الإسرائيلي وممارسات حكومة التطرف ضد الشعب الفلسطيني فاقت كل التصورات بما فيها موصلة عملية القتل والتصفية والاعتقالات اليومية في الضفة بما فيها القدس والاستلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات حيث استبدلت حكومة الاحتلال المتطرفة عملية السلام بالاستيطان وشرعنة البؤر التي كانت قد أزيلت في السابق من أكثر من موقع في الضفة الغربية وفتحت الأفق واسعا أمام مشروع الدم الذي يقوده بالقفير وسموت ريتش حكومة الاحتلال بقيادة أوسع تحالف لليمين المتطرف يجدون في الحالة الفلسطينية المتصدعة ملاذا لتصدير أزاماتهم الداخلية عبر مشاريع استيطانية كبرى تسترضي بها المستوطنين وأنه أمام هذا المشهد المعقد بات لزاما على الكل الفلسطينيين أن يقفوا أمام مسؤولياتهم وأن يتوحد في خندق المواجهة المتقدم مع الاحتلال عبر مقاومة شعبية شاملة عن أن يسبق ذلك توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام ووضع حد لحالة التشرذم القائمة والمضي قدما في تحقيق مشروعنا الوطني الفلسطيني القائم على الحق والعدل والسلام وليس على الدماء كما هو لدى دولة الاحتلال مشاهدينا وصلنا إلى الكاركاتير بعد هذا الفصل إذن مشاهدينا كاركاتير اليوم نذهب إليه عبر صحيفة الشرق الأوسط مع ضيف ناصر العبدالي وهذا الكاركاتير المعبر صراحة يتحدث بشكل واضح على اتفاقية الحبوب وهذا التناحر ما بين روسيا وأوكرانيا على هذا الاتفاقية والعالم يقف في النصف على وعاء صاضي من الحبوب صحيح هو طبعا روسيا تحاول أن تخفف من وطأة عدم الاتفاق بتبرع بكمية من القمح إلى بعض الدول أو ست سبع دول أفريقية هي الأكثر حاجة إلى هذا القمح وهي كما قالت عند إيقاف هذا الاتفاق تريد تصدير حبوبها وبعض المنتجات النفطية كما تصدر أوكرانيا هذه الحبوب تريد بالمقابل شيء ولذلك لا زالت الجانب الأمريكي يرفض أو الجانب الغربي يرفض السماح لروسيا بتصدير الحبوب وبتصدير مشتقات النفطية في مقابل أن يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها ولذلك حتى الآن لا زال هناك أخذوا عطاء وفي زيارة للرئيس التركي ويمكن ربط هذا حتى التحرك الأذربيجاني في هذا الجو يعني زيارة للرئيس التركي وحاولة للضغط على الرئيس الروسي للتنازل عن بعض الشروط بهذا الكاركاتير مشاهدين وصلنا وياكم إلى خيتام حلقتنا لهذا اليوم ما يسعني أن أشكر أضيفي كان معي الأستاذ ناصر العبدالي رئيس مركز الدراسات التنمية كل شكر لك شكر موصول لكم مشاهدين لطيب المتابعة لنقاكم في حلقة جديدة من مشاهدة الصحفة غدا بإذن الله إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى